بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاة في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتحدث عن أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عالمنا العربي والإسلامي إذن في درسنا لهذا اليوم سوف نتحدث ونتعرف ونسبر ما يواجهه العالم العربي والإسلامي من تحديات ومشاكل اقتصادية التي تظل بظلالها على الوضع الاجتماعي للعالم العربي والعالم الإسلامي إذن أبناء وبنات الطلاب درسنا لهذا اليوم هو الدرس الثامن والعشرون التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبإذن الله سوف نجزع هذا الدرس إلى أربعة أجزاء أبناء وبنات الطلاب من عنوان الدرس نلاحظ أن الاقتصاد ربط بالوضع الاجتماعي ربط بالحياة الاجتماعية وربط بالإنسان ارتباطا وثيقا إذن أبناء وبنات الطلاب قبل أن نبتدئ بدرسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نستذكروا ما أخذناه في الدرس السابق من خلال الأسئلة التالية درسنا السابق أبناء وبنات الطلاب حينما تحدثنا عن الوحدات السياسية في العالم العربي والإسلامي حينما ذكرنا أنا وأنتم أبناء وبنات الطلاب بعضا من النماذج للدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا أيضا أبناء وبنات الطلاب حينما تحدثنا عن اندونيسيا كنموذج من الدول الإسلامية ومكانتها بين دول العالم الإسلامي ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أفريقيا حينما تحدثنا عن نيجيريا كنموذج لدول أفريقيا الإسلامية التي يبلغ نسبة المسلمين فيها 85% ثم تحدثنا بعد ذلك عن ألبانيا أبناء وبنات الطلاب ووضعها وموقعها ومكانتها بين دول العالم الإسلامي أنا وأنتم أبناء وبنات الطلاب نستذكروا ما أخذناه في الدرس السابق من خلال الأسئلة الآتية السؤال الأول حددوا لي أبناء وبنات الطلاب على الخريطة التي أمامنا خريطة صماء كما تشاهدون موقع ماليزيا وأندونيسيا ومزنبيق والنيجر وأوغندا وأفغانستان وتونس وأسباكستان وألبانيا وبروناي دار السلام كلها أبناء وبنات الطلاب نوقعها ونضعها على الخريطة التي أمامنا ولكم دقيقتين في ذلك أبنائي وبنات الطلاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميعكم باذن الله حدد مكان هذه الدول ماليزيا ابناء وبناء طلاب احسنتم هذا هو موقع ماليزيا اندونيسيا ابنائي احسنتم هذه اندونيسيا نلاحظ ابناء وبناء الطلاب ماليزيا وتأتي الى جنوب ممتازين اندونيسيا ابناء وبناء الطلاب مزنبيق اين تقوم؟ ممتازين احسنتم نلاحظ انها ممتازين احسنتم انها تقريبا الى جنوب شرق القارة الافريقية النيجر احسنتم ابناء وبناء الطلاب تقريبا في وسط القارة الافريقية او غندا ابناء وبناء الطلاب وانا ميزتها بلون لكي تتممتازين باللون الاحمر وهي تقريبا في وسط القارة ايضا افغانستان اين تقع؟ افغانستان ممتازين هي في قارة آسيا اين تقع؟ ممتازين احسنتم نلاحظها امامنا تقريبا الى شرق المملكة العربية السعودية نلاحظها كما هي واضحة امامنا وكيفما حددناها على الخريطة تونس ممتازين نلاحظ تونس ايضا موقعها الى شمال افريقيا واسبكستان ممتازين نلاحظها الى الشمال من افغانستان البانيا ابناء وبنات الطلاب اين موقع البانيا؟ هي ممتازين في قارة اوروبا ممتازين احسنتم هذا هو موقع البانيا ابناء وبنات الطلاب احسنتم بروناي دار السلام احسنتم بروناي دار السلام تقع تقريبا الى الشرق من ماليزيا او جنوب اغعفون جنوب غرب ماليزيا اذا ابناء وبنات الطلاب انا وانتم استطعنا من خلال هذا السؤال معرفة مواقع ماليزيا واندونيسيا ومزنبيق والنيجر واوغندا وافغانستان وتونس واسبكستان والبانيا وبروناي دار السلام كلها وضعناها على خريطة صمى من غير معلومات احسنتم ابناء وبنات الطلاب السؤال الثاني كملوا لي الجدول التالي كملوا لي الجدول التالي نيجيريا من حيث المناخ والنشاط الاقتصادي والعاصمة اندونيسيا ايضا المناخ النشاط الاقتصادي العاصمة ايضا البانيا المناخ والنشاط الاقتصادي والعاصمة ولكم دقيقتين لحل هذا السؤال اشتركوا في القناة 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 من مناخ من مناخ من نشاط الاقتصادي من عاصمة الاولى هذي الدول نيجيريا ما مناخ نيجيريا او ماهو مناخ نيجيريا اوصفه لي ممتازين احسنتم чегоteen من مناخ استوائي وفي الشمال مناخ مداري مناخ استوائي حار ممطر طوال العام المناخ استوائي حار ممطر طوال العام بينما في الشمال منova مناخ حار ممطر صيفا والغطاء النباتي عبارة عن حشائش السافانة والجنوب عبارة عن غابات استوائية النشاط الاقتصادي أبناء وابناء الطلاب أحسنتم زراعة صناعة تجارة تعدين تذكرون أبناء وابناء الطلاب سألنا سؤالا بخصوص نيجيريا لماذا يكثر في الجنوب ممتازين قطع الأخشاب لماذا أحسنتم لأنها عبارة عن غابات استوائية فيكثر الغطاء النباتي الاستوائي ذات الغابات أو الأشجار الكبيرة عاصمة نيجيريا أبناء وابناء الطلاب ممتازين أبوجا هي عاصمة نيجيريا عاصمة نيجيريا هي أبوجا أبناء وابناء الطلاب أندونيسيا مناخها ممتازين هو استوائي يميل إلى الاعتدال وأمطاره طوال العام لماذا استوائي يميل إلى الاعتدال أبناء وابناء الطلاب هذه أعتبرها معادلة أريدكم أن توضحوها لي كيف استوائي كما نعلم أن الاستوائي هو حار طوال العام ولكن في أندونيسيا هو يميل إلى الاعتدال لماذا أحسنتم لأن طبيعة أرض أو سطح أندونيسيا عبارة عن مناطق جبلية مرتفعة وكما ذكرنا لكم أبناء وابناء الطلاب في درسي أندونيسيا أنه كلما ارتفعنا أحسنتم مئة وخمسين مترا تقل درجة الحرارة درجة واحدة فنلاحظ أن مناخ أندونيسيا ومناخ أندونيسيا يميل إلى الاعتدال على عكس ما هو معروف عن المناخ الاستوائي أنه حار طوال العام النشاط الاقتصادي في أندونيسيا أحسنتم زراعة وسياحة وتجارة عاصمة أندونيسيا أبناء وابناء الطلاب ممتازين هي جاكرتا ألباني أبناء وابناء الطلاب مناخها ممتازين مناخ البحر المتوسط نشاطها الاقتصادي أحسنتم زراعة وصناعة ورعي أيضا أبناء وابناء الطلاب من ضمن أنشطتها أسياحة أحسنتم أبناء وبنات الطلاب عاصمتها ما هي عاصمة ألبانيا أحسنتم هي تيرانا عاصمة ألبانيا هي تيرانا السؤال الثالث والأخير ومن ثم ننتقل إلى درسنا لهذا اليوم أريد أبناء وابناء الطلاب أن تحددوا لي كيف دخل الإسلام إلى أفريقيا بحراً ودخول الإسلام إلى أفريقيا براً كما تعلمون أبناء وابناء الطلاب أن الإسلام دخل إلى أفريقيا في الهجرة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر صحابته من مكة إلى الحبشة بعد ذلك أصبحت عن طريق ماذا؟ ممتازين الفتوحات أحسنتم عن طريق التجار وعن طريق أحسنتم الدعاة أريدكم أبناء وابناء الطلاب أن تحددوا لي على هذه الخليطة كيف دخل الإسلام بحراً وبرراً ها أبناء وابناء الطلاب أحسنتم أبناء كما تلاحظون أن الإسلام أو طرق دخول الإسلام براً وبحراً كما هي موضحة أمامنا في الخريطة نلاحظ انتقاله من مكة المكرمة إلى الحبشة وأيضاً دور الدعاة وأيضاً دور التجار العرب في نقل الإسلام وفي الدعوة ونشر الإسلام في القارة الأفريقية أبناء وابناء الطلاب كما ذكرت لكم أن درسنا لهذا اليوم هو التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عالمنا العربي والإسلامي أبناء وابناء الطلاب كما تلاحظون من العنوان أنه هناك ربط بين الاقتصاد والاجتماع بين الاقتصادي والإنسان كما تعلمون أن النشاط البشري هو عملية اقتصادية فلذلك نلاحظ أن هناك ربط بين الاقتصادي والوضع الاجتماعي كلما كان الوضع الاقتصادي متميز تميز به أو تميز الوضع الاجتماعي وعلى عكس ذلك يكون الوضع الاجتماعي فلو اختلف الوضع الاجتماعي أثر ذلك سواء كان سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد ولا بد أن نعرف أهم المشكلات والتحديات التي الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عالمنا العربي والإسلامي من أولى هذه المشكلات أبناء وبنات الطلاب هي البطالة البطالة وسوف نتحدث فيها أبناء وبنات الطلاب ولكن نتعرف من خلال هذا الدرس أنا وأنتم ومن خلال الدرس القادمة عن أحسنتم أبناء وبنات الطلاب عن البطالة وماذا ينتج عن البطالة أبناء وبنات الطلاب وأيضا من ضم المشكلات والتحديات التي يعاني وتواجهها العالم العربي والإسلامي هي الفقر أسباب انتشار الفقر في العالم العربي والإسلامي أيضا النتائج التي تترتب من الفقر في العالم العربي والإسلامي أيضا من المشكلات أبناء وبنات الطلاب الأمية أيضا العوامل التي ساعدت على انتشار الأمية أيضا أبناء وبنات الطلاب الآثار والنتائج المترتبة على انتشار الأمية أو انتشار هذا أو هذه المشكلة في العالم العربي والإسلامي إذن أبناء وبنات الطلاب أبناء وبنات الطلاب المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم العربي والإسلامي متمثلة في ثلاث تحديات البطالة نتائجها وأسبابها وسوف نتحدث عنها بإذن الله في الدرس القادم أيضا أبناء وبنات الطلاب الفقر أسبابه وما أدى إلى انتشاره في العالم العربي والإسلامي وما نتج عن تفشي الفقر أيضا أبناء وبنات الطلاب الأمية عواملها وما هي الأمية قبل ذلك والعوامل التي ساعدت على انتشار الأمية في العالم العربي والإسلامي وآثار ونتائج هذه المشكلة وهذا التحدي المتمثل في الأمية على العالم العربي والإسلامي وبإذن الله أنا وأنتم الدرس القادم نبتدئ ونتعرف على مشكلة البطالة أنا وأنتم وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح شكرا